شكلت التظاهرات في العراق تحدياً مفاجئاً لقوى العملية السياسية وللقوى الدولية والإقليمية لا سيما إيران التي أصابها الرعب من إمكانية نجاح هذه التظاهرات في خلق معادلة سياسية جديدة في العراق يكون الطرف السياسي الموالي لها هو الأضعف فيها خاصة في ضوء الشعارات المناوئة لإيران ولميليشياتها الطائفية التي رفعها المتظاهرون وهو ما يفسر ردة الفعل الدموية ضدهم والتي أودت بحياتي نحو ألف من المتظاهرين فضلاً عن الآلاف من الجرحى والمخطوفين والمغتالين توقيت هذه التظاهرات جاء في وقت حرج للعراق الذي هو أحد أهم مناطق التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تفاقمت بعد قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد والقصف الإيراني لاحقاً لبعض القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد إيران وقوى العملية السياسية الطائفية وميليشياتها منذ اليوم الأول لهذه الثورة ناصبوها العداء واتهموها بأنها مدفوعة من السفارة الأمريكية في بغداد والموساد والمخابرات الأجنبية أما الولايات المتحدة فقد حاولت عدم التدخل المباشر في مسار التظاهرات لتجنب الاتهامات وتحميلها المسؤولية عنها كما أنها تحاول في نفس الوقت الاستفادة من هذا المعطى الجديد لتقويض الهيمنة الإيرانية وأدواتها المتمثلة بالميليشيات التي كانت تحظى بالدعم الأمريكي حتى وقت قريب ليكون السؤال الأهم كيف ستمضي ثورة تشرين في مسارها الوطني في ضوء هذا الاشتباك بين واشنطن وطهران وعدم الوقوع في شباك وحبائل صراعهما الشكلي أو الحقيقي والنظر إليهما على أنهما المسؤولتان أولا وأخيرا عن تدمير العراق وذبح شعبه